موسيقى مفي تحمل بالليلة زي؟ انا هاريس واحدة المخازن كلها لبش حرس وغفر بالعبط الدخول هنا هيبقى مساحل يا صاحب خلاص مش مهم من تكون لحظة نستنى لحد ما هي تطلع لنا مين دي اللي تطلع لنا؟ رصبر هاريس يا كزين رصبر هفهم المعدين نطلع ماشي عم الغبور ده كشف بأسماء المفرج عنهم بمناسبة المولد النبا والشريف محمود عطاس سلمان محمد عبدالله حسنقيل سامير بطرس مجلي أحمد صباح خليل محمد عسمة محمد ربيع معوض غنام محمد خليل محمد عماد أبو الحسن أحمد علي الدكروري سعيد حسن عادل صلاة عبدالله درويش البحر عاطب عبد المونة محمد عبد الحافز بديع هو ده؟ هو لكم معي رجالة يا باركة يا وحش ها؟ إيه راييوكو بقى؟ هلوه هاوي واسع مبعيد ومحدش يعرف له طريق جرة وهو ده المطلوب وده هرامل في إيه ده؟ هتروقه وتنظفه وتخليه على سنجة عشرة لقد ما تقدر وتشيلي بقى كل حاجات ده كده على جامد؟ وتقعد تستناني هنا بالليل تقدر؟ ما تقولش كلمتي تانى يا حربي طبعاً أقدر وأدهو أدود كمان عفارم عليك يا باركة يا باركة أنت طويمسك يا باركة عشان دوت شاتو مية عشان لو ضعت ربنا خليك يا زين ده من شاية الهمي كده يلا هنمشي احنا بقى ونجيلك بالليل هاستناكم متأخروش قولي يا مساهل مش كمنا جبناله حد يساعد واحسن تعمل لحد تاني يبقى معاك؟ صراحة نا؟ خلاص ما تتكلم فيه؟ حربي هيا باركة فيه بقولك ايه؟ حد أغلى حاجة عندك يا شيخ هتاخد بالك من نفسك أنت وزين ده أنا مليش حد في الدنيا دي بعض ربنا غيركم تزف الفلوس تزف أي حاجة في الدنيا بس ما هم ترجعون لأنا بالسلامة ده أنا بعدكم أموت يا حربي موضرش عيش من غيركم يا زين ايه هو ده باركة فيه ايه؟ هنرجع لك إن شاء الله طب تصدق وتؤمن بالله؟ لا لا إلا الله احنا مينضرش نعيش من غيرك ولا أنا قولي يا رب يا باركة عصير ربنا يفطرها معاني يا ربي عم زيني الله حاجة هاي الخدمة تاني عمرز؟ جينا جيبه بقولك ايه؟ ها؟ اعمل لي شوية شاية قيد يعدلو دماغي اينها يعملها؟ بصة ملعا بكينة سلام عليكم رجالة سلام عليكم جاهزين عم رزق؟ جاهزين عم حربي نارضة يكر نائلة من مكزن اللي احنا شغالين عليه بس ربنا يرزق بقفينا آلات تانية بإذن الله يلا بيد الرجال رابني شكرا يا ابني وصلوني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا بهذا الطعام واللهم ارزقنا بخيرا منك واللهم اجعلنا نستخدمه بيه فعطك يا رب خير يا بعلمي بضاني انا اللي لازم اسألك اشلحف انت هو في ايه من الشفاف انا هفهمك من يوم الوقت حرب خرج من السجن ورجع الحارة وكل عمال يتمحلسله ويمشي في ركابه حتى انت هشلحف عملت فيها اذكر وقفته وصادي قدام ابا ضايا عمهم اكبر رأس في المنطقة دي كلها فاهم يا لك فاهم يا معلم ابا ضايا لا لما المعلم ابا ضايا يتكلمك تم تقف انت بتكلمه مش تكلمه انت عقد مغعوظ كده وعافيات وكلم المعلم عيدا مش صغيرك انت يا جاربو عنا تتكلم معايا دورهم الشلحف ده اهلو مش فاضيني ربوه وانا فاضي موريش حاجة يبقى انا لازم اربيك يا شلحف انت عايز من ايه حربي بيجيب الخردة منين اللي بينه وبين المعلمة انشراها ما هو صادق ما ترز ساني اسمع يا امرز اسمعني كويس انا روحي بقت في مراخيري منك ومن حربي ومندى لدول بتاعه اللي اسمه زين ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هينام اللي بموتك فاهم يا شلع شاي الكلام اللي بيننا لسه في النفس وصلوني اتفضل يا سيد الناس ويلعب هورا امرزي في ايه مفيش هاكيمو خال هالفط الكلام خد شاك امرزي صباحك ورد اعمل امسك دول بركة في المغزن ايوه انتو انا وين تعملوها النهاردة الليلة بإذن الله بعد ما تخلص انا متكلمي تطميني عليكم ان شاء الله معلمة طب بالإذن حنا بقى عشان وراه انا شوية حاجات كده لازم نجاهزة عبدالله ما يخش عليه طيب اتكروا على الله يلا ميلا عزيزة ما تنساش تتصل بيه حاضر يا معلمة بلزن خد هات الحاجات اللي اتفقنا عليها وزبطة العربية وفولها ووكشف عزيزة بالمرة كمان انا عايزها فررها الليلة ماشي؟ ماشي طيب انا روح حسب الرجالة وهستناك عليها بتاخرش ربنا يا سهل لما نشوف اخرتها برا يا معلمة اللي بينك وبين الاقلش اللحفات دول خليك في حالك وشوف شغلك وملكش دعوة بغيرك يا معلمة ده انا ادراعك اليمين التاريخ كله اباضايا يعني سرك كله لازم يبقى معايا انا واللي ايه يا معلمة وانت ما تنساش ان لحم اكتفك من خيري وانا اللي جبتك وانا اللي عملتك وقدى رجعك تاني مطرح ما انا عايزك ماشي في شغلك بقى وافرز البضاعة البضاعة الحلوة اللي جابها المعلم حربي معلم حربي ماشي يا برانسيزا ماشي اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة وأنا اليوم كي أعمل كده أبداً أيوة يا صلاح بس دول خمسين ألف جنيه خمسين ألف جنيه إن شاء الله يكونوا مليون يا ميسا أنا مش للبيع وهو كمان مش معقولة كل ما أقولك متجوز تقولي لما ظروف تتحسن وهي الفرصة جات قدامك جات لحد عندك نستني إيه؟ صلاح أنا بحبك بحبك يا صلاح وبحلم باليوم إن نكون في ذبيت واحد مع بعض بس إمتى دا يحصل؟ إمتى يا صلاح؟ أيضاً نيساة كريا أي في ايه؟ إيه؟ إيه؟ أنت صلاح دروش البحر؟ أه؟ إنت مطلوب الأبدا عليك بطمامة الراشوة وتبديد الأمانة أنا؟ أني أطالب باقصة العقوبة خصوصاً وأن مرتكب تلك الجريمة النقراء هو من رجال القانون المفترض فيهم أن يحمون القانون لا أن ينحوه جانباً لمصلحتهم الشخصية دون نظر لمصلحة المجتمع ومصلحة موكليهم بالذات أن هذا المحام المرتشي يجب أن يكون عبرة لغيره ممن باعوا ضميرهم للشيطان بأبخس الأثمان فهو أسمة عار في جبين المحامات ورجال القانون حكمت المحكمة حضورياً على المتهم صلاح عبدالله درويش البحر بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ رفعت الجلسة رفعت الجديد رفعت الجلسة بالنسبbon يا بريئة ميزة والله يا عصر مريئة والله يا شكرا انساها يا بني انساها ميزة كان فرحها الأسبوع اللي فات على عدلي عبد العيل المحامي اللي دخلك السجن معلش يا ابني هي الدنيا كده كل حاجة فيها اسم ونصيب وانت اسمتك جد كده انساها